السلام عليكم. رامز سعد من تورنطو كندا. النهاردة لازم نتكلم على موضوع مهم جدا اللي هو جدران الخلية ونسبة الأوميجا 3 للأوميجا 6 & 9. من اهم الحاجات اللي مهمة جدا ان احنا نحتفظ بالنسبة بتاعت النسبة الأوميجا 3 اوميجا 6 & 9 2 لواحد ولكن عشان احنا نأكل اكل كثير في مدهنات وحاجات زي كده وبالتحمير 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 فبنستخدم زيوت فبتقلب النسبة اكثر لل6 & 9 بتبقى 6 & 9 اكثر من أوميجا سوي بنسبة 17 أولاء لواحد وأوميجا سيكسان ناين دهية ضرة جدا لجسم الإنسان فأحنا عندنا هنا بعض أنواع الزيوت طبعا أنا مش هباري المركب ولكن هي دهية اللي فيها أوميجا سيكس اللي هي ضرة في جسم الإنسان وبتروح على مستقبلات الخلية وبتقفلها فأحنا لازم نخلي بالنا من أوميجا سيكس نقلل منها ونزود من أوميجا سوي طب ناس تسألني رامز طب نجيب الأوميجا سوي منين من أحسن مصادر الأوميجا سوي عندنا في البلاد العربية وبالذات مصر والشام وبيوت وكل الدول العربية السعودية عندهم زيت زاتون أول عصرة فزيت زاتون أول عصرة ده مفيد جدا وحتى مفيد بالنسبة لأطفال التوحد إن احنا نديهم معلقة زيت زاتون كل يوم على أساس بتساعد في الفهم والتوكيس فشايفين أنت لوقتي العلبة بتاع الزيت الزاتون لازم تبقى زيت زاتون أول عصرة وعالبارد عشان ما تفقدش إمكانياتها وطبعا زيت الزاتون من أهم الحاجات المفيدة جدا للناس بتسألني عليها بالنسبة لموضوع تصورب الأمعاء اللي هو ليكي جات فهو لو فيه ليكي جات فهيتصورب بعض أنواع من الجلوتين والحاجات زي كده اللي احنا هبعد جدا أكلمكم عليها فبتتصورب مع الدم فبتعمل بتقلل من المناعة فاحنا ناخد زيت زاتون أول عصرة وبعد جدا من الزيوت كمان اللي أنا بحبها جدا اللي هو زيت كود ليبر أويل اللي هو كبد الحوت وكننا زمان والد الله يرحمه كان ياخدنا وناخد زيت كبد الحوت وهو ممتاز وفيه وميجا سوي كتير وكمان فيه فيتامين A وفيتامين K فإحنا طبعا إحنا عارفين أن في بعض الفيتامينات بتدوب في المية وبعض الفيتامينات بتدوب في الزيت أنا بحاول أن أتكلم بسرعة حتى أطلع ثلاث دقائق خفيف كده على القلب وعلى العين ولكن في حلقات تانية بإذن الله نتكلم أكتر على فايدة الأوميجا سوي والدهون فلن معاكم ورام الساعد من تورنطو كندا شكرا موسيقى 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 موسيقى